تعاونيات حزب الله خطة بديلة لمواجهة الانهيار في لبنان الانهيار الاقتصادي دفع الميليشيا إلى أطلاق سلسلة من الجمعيات لبيع المواد الغذائية والتومينية بأسعار مخفضة نسبيا عبر بطاقات أطلق عليها اسم سجاد وهو ما أثار استياء الناشطين اللبنانيين الذين اتهموا الحزب بإقامة دولة داخل دولة وتجميل صورته صحتنا عالب الشاطر أنه سبحان الله نحن كل دولة بيحكمها دولة كل دولة بيحكمها دولة فتح تعاونيات إيرانية بضاعة كلها إيرانية بالضاحية وتوزع يا مناصرين الحزب وجمهور الحزب بطاقات بيشتروا بيخصم بيقدس 70% يعني إذا في تورتك مليون ب300 ألف أنت بتقفى من أصل المليون هذه الحزب عملة بالضحية فكل شي جمهور يدل ما وجمهور يحب ما ينزل معنا على الصورة تقرير لوكاية الرويترز أكد أن هذه الخطوة تأتي لمواجهة الأزمة الاقتصادية الخطيرة التي يعيشها لبنان ومساعي حزب الله لتوسيع نفوذه السياسي داخل البلاد مستفيدا منها ومحاولا في الوقت نفسه أن يلجم غضب الشعب اللبناني عليه وعلى شركائه من الطبقة السياسية الحاكمة خاصة أن هذه النقمة قد تضاعفت بسبب تدخله العسكري في سوريا والعراق واليمن خطة السيناريو الأسوأ المحتمل يتوجه لها زعيم الميليشيا الذي فضل عدم التخلي عن سلاحها وزج لبنان في محور إيران في وقت يستمر بتعطيل الحل السياسي ويمنع تكليف حكومة تكنقراط تنهي الأزمة الحاصلة على الجانب الآخر لا يبدو أن الخطوة ستسد احتياجات حاضنة حزب الله في ظل انهيار الليلة اللبنانية والأزمة الاقتصادية التي دفعت البنوك للحز على مدخرات اللبنانيين في ظل العقوبات التي فرضت على تلك المصارف التي تغطي معاملات حزب الله المشبوهة من طبيض للعملة جراء تجارة المخدرات والسلاح غضب وفقدان الثقاء هو ما تبقى لللبنانيين من حزب الله والطبقة السياسية قاطبة التي أوصلت البلاد إلى شفى الهاوية بينما يرى مراقبون لبنانيون أن خطوة التعاونيات محكوم عليها بالفشل بسبب عمق الأزمة الاقتصادية في لبنان وأنها لن تجمل وجه حزب الله المتهم بخطف الدولة اللبنانية برمتها ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر